اول قمر صناعي عماني سيحلق الى المدار الارضي المنخفض فاتحا معه قناة مباشرة بين الاراضي العمانية والفضاء الخارجي في خطوة تكنولوجية مهمة مع اطلاقه ولتهيئة منصات اطلاق اقمار صناعية في سلطنة عمان وقعت شركة التقنيات العالمية ايدكو مذكرة تفاهم مع شركات عالمية متخصصة في مجال تصنيع القمر الصناعي واطلاقه وفي مجال الذكاء الاصطناعي هذا مجال واسع الاهتمام بالفضاء وابحاث الفضاء وكل ما يتعلق بالامور الحوكم السحابية وغيرها ولا شك بان هذه المشروعات تؤتي ثمارها على الوطن العزيز الغالي وايضا تصب في تحقيق رؤية عمان 2040 والتي تدعم الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات الخارجية وبمجب الاتفاقية سيتم دراسة انشاء واطلاق اول قمر صناعي عماني على المدار الارضي المنخفض لاجراء البخوث العلمية الرائدة والتقاط صور عالية الدقة للفضاء وسيتم تحليل البيانات والصور الملتقطة رقميا من خلال التقنية والذكاء الاصطناعي كما سيتيح التعرف عن قرب على الانماط والاتجاهات والتنبؤ بالاثار الناجمة عن تغير المناخ او الكوارث الطبيعية وتقديم خدمة ابحاث وانشطة في قطاع الفضاء بالمنطقة الاتفاقية تتضمن دراسة شاملة لجميع المجالات المتاحة هنا في السلطنة باذن الله الدراسة تأخذ لها ما بين ثلاثة الى ستة اشهر بحكم ان هذا المجال مجال جديد في السلطنة ويجب دراسة جميع المجالات وايضا بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المتطلب التعاون معها لمعرفة ما هي الآليات المطلوبة لانجاح هذه المشاريع القمر الصناعي اللي احنا متوجهين لإطلاقه باذن الله يأخذ له ما بين ستة الى تسعة اشهر الهدف انه يكون باذن الله شهر ستة في اطلاقات في شهر ستة باذن الله المشروع سيضم العديد من الفوائد ذات المدى الطويل وسيفتح فرصا استثمارية متنوعة امام العديد من الجامعات من خلال برامج التبادل الاكاديمي واتاحة المجال امام الجيل القادم من المستكشفين والمبتكرين في قطاع الفضاء وتمكين المواهب المحلية وتعزيز القيمة المحلية المضافة سلطنة عمان توقع اتفاقيات مع مؤسسات عالمية متخصصة في مجال الفضاء وذلك لانشاء واطلاق اول قمر صناعي عماني الى المدار الارضي المنخفض وسيخدم القمر الصناعي التطور التكنولوجي في سلطنة عمان والتنوع الاقتصادي والتقاط صور عالية الجودة للفضاء يوسف بن سعيد الرواحي مسقط